اشتركوا في القناة طب الأسنان في جامعة محمد الخامس وكلية طب الأسنان في جامعة الملك عبد العزيز سعدنا بلقاء الزملاء والزميلات من عضاء وعضوات هذه التدريس في هذه الكلية والطلاب والطالبات وأيضا العمداء والعميدات في الكليات المختلفة ومعالي نائب رئيس الجامعة نيابة عن معالي رئيس الجامعة نشكرهم جميعا على هذا الترتيب والتنظيم المتميز لهذا الحدث الكبير ونهنئ كلية طب الأسنان في جامعة محمد الخامس بمرور أربعين سنة على إنشائها ونتمنى لها التوفيق والسداد والمزيد من التقدم والازدهار والإنجازات وأيضا التزامن عقد هذا اليوم مع يوم الصحة العالمي له دليل على حرص الكليتين والجامعتين على تقديم الرعاية المتميزة في صحة الفم والأسنان لأفراد المجتمع في البلدين نشكر الجميع على هذا الحضور ونشكر الجميع على هذا التنظيم ونتمنى إن شاء الله أن يكون يوم النافع أن يعود بالنفع على كلا الكليتين والجامعتين اليوم نحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيس كليتنا أول كلية تأسست في المغرب كلية عمومية تأسست في 1981 واليوم نحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها ويتزامن هذا الاحتفال مع استقبال وفد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة السعودية الشقيقة واللي هو الأول ملتقى علمي وغيكون إن شاء الله بداية لشراكة بين الجامعتين وبين الكليتين الشراكة اللي كتهدف إذن عدة مجالات تطوير البحث العلمي والتطوير الدراسة العليا والبحث العلمي والابتكار إن ملتقى اليوم جاء في إطار الاحتفال بشراكة مستقبلية بين جامعتين الشقيقتين ألوهما جامعة الملك عبد العزيز بجدة والجامعة محمد الخامس بالرباط وكلت الكليتين لطب الأسنان التابعة للجامعتين هذه الشراكة التي تروم تعزيز الإسهامات في مجال صحة الفم والأسنان وهذا قد جاء بتزامن مع عيد الأربعين لتأسيس كليتنا وكذلك بتزامن مع اليوم العالمي لصحة فم الأسنان الكائن بالعشرين من مارس نحن اليوم صدد الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس كليتنا بالأسنان التابعة لجامعة الملك محمد الخامس بالرباط والتي تتندرج ضمن فعالية الشراكة بين جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية والجامعة دينا التي هي إلا لا من الأساس لشراكة بين الجامعتين والتي تروم البحث العلمي والابتكار في هذا اليوم أريد أن أشكر كليتي على التنوع التي تقدمه لنا من خلال الأنشطة المختلفة في إطار احتفال الذكرى الأربعين لتأسيس كليتنا بالأسنان بالرباط نحب أن نقدم تحية للعميدة والإطار التعليمي كل أساعدة والإدارة والنصة اللي معنا في الكلينيك أو في الكورو ومشي للنصة اللي مسمى هلين أسونغم أنا أسجنة في المدينة لطترة في العباط أناに democratة مدينة وهذا كانت الأول من أفلاً بين الماركين والعرب كانت متأ travail أنني تسمعونك تتصوصني لأن المدينة و Vielen على الحكوب ترجمة نانسي قنقر